هناك العديد من المغالطات على مشروح هذا القانون والأمور اللي ظهرت في اليومين اللي مضوا وإحنا بدورنا نحترم كافة الآراء إحنا يا جماعة الخير من بدأ هذا الموضوع ولا مرة قلنا إن مبلغ الخمسمائة مليون غير محدد بمدة بل وضع نص واضح إن هذا الأمر محدد بمدة وهي انتهاء العزل الاكتواري حسب الفحص اللي كان في عام 2019 فمن وين يت هذه المعلومة؟ إننا إحنا ما حدينا في مدة هذا الأمر الأمر الآخر المادة عشرة حالياً تنص على الآتي إذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكفي الاحتياطات المختلفة لتسويتها التزمت الخزانة العامة بسدادة يا أخوان أنا اليوم ييت أوينا كلنا نظمنا هالمادة قلنا إحنا ليش قاعد ندفع من اللحم الحي؟ ليش قاعد ندفع نقد؟ خلونا نفكر في حلول أننا نحافظ على السيولة في الخزينة العامة ونضع حلول أخرى قلنا يبنى بندفع بدال ما يكون المبلغ عايم يمكن أنا مضطرة سدد الأربع وعشرين مليار اليوم حسب هذه المادة قلنا خنخلي الموضوع محدد في مبلغ ونخليه إما نقدي أو عيني فإحنا ما يبنى شيدين من العدم هذه المادة موجودة كل اللي سوينا أننا إحنا مع التعاون مع الأخوة في اللزنة المالية والتشريعية يينا نظمنا هذه المادة وعطيناها مرونة أكثر للعمل هذه المبالغ سددتها الخزانة العامة في السابق لمؤسسة التأمينات بناءًا على المادة اللي ذكرتها توني فتصوير الأمر وكأننا إحنا يينا في ليلة ظلماء حطينا هذه المادة هذا الأمر غير صحيح إحنا مستغلين 11% من مساحة الدولة والباجي أراضي فضع فقلنا أننا بنوطن استثمارات التأمينات على أرض كويتية منها نسد العجز الاكتواري ومنها نخلق فرص عمل ومنها نزيد الحركة الاقتصادية وين المشكلة في هذا الأمر لذلك أنا أعتقد أن هناك فهم مغلوط لهذه المادة الأمر الثاني يا أخوان أنا قاعد أسدد لمينه اليوم أنا قاعد أسدد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية اللي معني فيها كل أخواننا المتقاعدين والمؤمن عليهم يعني الكويت كلها معنية في هذه المؤسسة فتصوير الموضوع وكأننا إحنا قاعد نسدد يعني بطريقة يعني فيها لف ودوران وكأننا إحنا قاعد نتلاعب في المال العام بالعكس إحنا نصب عيوننا المال العام ونصب عيوننا استدامة المؤسسة ومصلحة إخواننا المتقاعدين والمؤمن عليهم أيضا إحنا راجعنا كل الملاحظات اللي كانت في الجلسة 98% من الملاحظات في جلسة 17-3 لم تتطرق إلى مادة الخمسمائة مليون بل أغلب الملاحظات كانت على شرط السن ملاحظتين فقط على مبلغ الخمسمائة مليون الملاحظة الأولى كانت استفسار والثانية كانت إشادة من نائب الفاضل أخوي الدكتور حسن جوهر اللي أشاد في هذه المادة وقال أنه بالعكس خطوة محمودة أن يتم استثمار أموال التأمينات على أراضي كويتية اللي يقول أن الحكومة تقدر تصرف بدون الحاجة إلى قانون دائماً يتم الاستناد إلى المادة 80 أن تصرف رواتب الاستثنائية بقران مجلس الوزراء لكن المادة 81 مربوطة في المادة 80 أيضاً أما ما يستحق تنفيذاً لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذاً فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة نحن يا جماعة الخير ما نبي نروح للخزانة العامة نحن كل اللي قاعد نسويه ما نبي نستخدم السيولة اللي بالخزانة العامة نحن نبي نستخدم السيولة اللي موجودة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهذا اليوم عندي مانع قانوني الأمر الآخر أن الخزانة العامة ترى الكل حق فيها فإذا نحن خصينا المتقاعدين من الخزانة العامة باتشر الموظفين واللي بعد غير الموظفين واللي بعد طلبة وهناك مراكز قانونية قد تتسبب بطعون كثيرة فهذا مانع قانوني أمامنا المغالطة الرابعة والله أنتوا عطيتونا ثلاثة ألاف وخذيتوا مننا خمسمائة مليون وهذا الأمر يعني لا يتم تصويره في هذه السطحية يا جماعة الخير الثلاثة ألاف لكل المتقاعدين وأصحاب الأنصبة هذا المبلغ له قيمة والقيمة تصل إلى ستمائة مليون دينار أيضاً نحن بالقانون هناك زيادة ثلاثين دينار هالسنة وزيادة عشرين دينار من السنة القادمة وهذه الزيادات لها قيمة أيضاً وهذه الزيادات تزداد بمعدل أربعة فالمية تقريباً كحددنا سنوياً طيب نحن كيف نساعد المؤسسة في هذه الحالة؟ إذا لم نضع نص واضح لدعم المؤسسة بالتالي ستواجه المؤسسة تبعات كثيرة أهمها العجز الاكتباري وأنا بسأل سؤال في أحد من أخواني أعضاء مجلس الأمة وأخواني الوزراء أو حتى أخواني المتقاعدين يقبل اليوم أن ولدك أو حفيدك يتقاعد في يوم من الأيام وما يلقى راتب تقاعدي بسبب هذه الإجراءات اللي إحنا ما قعد نراعي فيها إصلاحات المؤسسة أنا متأكد أنه ولا واحد فينا يقبل أن أحد من أحبابه أو أحد من ذريته يصل إلى هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر